اجتمع سعدة دكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في مراكش اليوم مع بعاليا السيد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة في الخارج بالمملكة المغربية الشقيقة وذلك بمناسبة مشاركة الوزير في الدورة السادسة لمنتدى التعاون العربي الروسي وتم خلال الاجتماع بحث مسيرة التعاون المثمر بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات وسبل تطويره والارتقاء به إلى المستوى المنشود مؤكدين في هذا الصدد اعتزازهما بعلاقات التعاون الوثيق والتضامن الفاعل بين البلدين الشقيقين بفضل الرعاية السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وأخيه صاحب الجلالة عاهل المملكة المغربية الشقيقة حفظهما الله ورعاهما وأكد الزياني خلال الاجتماع على موقف مملكة البحرين الداعم لمغربية الصحراء والذي توج بفتح قنصلية عامة لمملكة البحرين في مدينة العيون بالصحراء المغربية عام 2020 وثمن الوزير عن عقد الاجتماع الأول للجنة القنصلية البحرينية المغربية المشتركة في الرباط يوم السادس من ديسمبر الجاري وفي هذا الإطار أكد معالي السيد ناصر بوريطا دعم المغرب لتنظيم مملكة البحرين للمؤتمر الدولي الأول للعمل القنصلي في الربع الأول من العام المقبل 2024 كما تطرق الوزيران إلى الوضع في الشرق الأوسط وما تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة من عنف ودمار واسع النطاق في قطاع غزة مشددين على ضرورة بذل المجتمع الدولي والدول الفاعلة المزيد من الجهود بهدف الوصول إلى وقف سريع وشامل ودائم لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإغاثية بشكل عاجل وكاف وآمن ومن دون عوائق ترجمة نانسي قنقر